الطارئ بالنسبة لحكومة ميقاتي هو هم السياح ليأتي قرار تمرير مشروع بناء التورمين التوء من دون مناقصة بكلفة تقارب 150 مليون دولار وتأجيره على فترة نحو 25 عاماً وهنا فضيحة العصر كيف تم هل تلزيم هيدا غير اللي خلقك بيعرف لأنه ما في قنون بيسمح فيه ولا في قنون بيسمح فيه ولا في اجتماع لمجلس الوزراء مع حكومة مستقيلة بتسمح فيه الوزير حمي استند في قراره إلى قانون رسوم المطارات فماذا يقول القانون؟ إيجار المحلات المغلقة بدمن حرم المطار إلى سعر إيجار الهونجارات بالمطار إلى سعر وإيجار الأراضي المكشوفة إلى سعر بس من وين لوين بيجي بأجير أراضي مكشوفة لحتى غمر فيها جناح للمطار يعني هزولت بمعادلة حسابية الدولة اللبنانية ستخسر مليار دولار فراش والمستفيد جهة واحدة بالحالات العادية بيطلع مليار دولار بخمسة وعشرين سنة حقه مية وخمسين مليون بأول أربع سنين طلع المية وخمسين مليون دولار والبقوة أكيد بدون يرجعوا عنه لهالقرار هالقرار هو كيف بدي أقليك؟ فضيحة الفضايح ما بعد الأزمة الواضح أن ليس في هذا القرار ما يفيد المصلحة العامة بل تفريط بموجودات الدولة وبيع بالرخص فهل المسؤولون في وارد العودة إلى مسؤولياتهم والتراجع عن هذه الصفقة؟